موسيقى عاشت ليلة في صدر الإسلام ولها قصة حب شهيرة لا تخلو من التحدي الأسري والاجتماعي في ذلك الزمان إنها ليلة الأخيالية هي ليلة بنت عبد الله ابن الرحال ابن شداد ابن كعب ابن معاوية ومعاوية هو الأخيال ونسبتها تعود إلى جدها معاوية المعروف بالأخيال وهو فارس الهرار والهرار فرس أعوج ركبه في الجاهلية وهو غلام لمقاتلة زهير ابن جذيمة العبسي هناك الكثير من الحكاية والروايات والقصص الطريفة حول حياتها وحتى حول مماتها لا نعرف عن زمن ولادتها ولا مكانها شيئا وكل ما نعرفه أنها عاشت في صدر الإسلام في عصر الكلفاء الراشدين والعصر الأموي اشتهرت بقصة حبها وكان شعراً وكان شعراً سخياً في قومه فصيحاً مشهوراً بمكارم الأخلاق ومحاسنها خطبها توبة إلى أبيها فأبى أن يزوجه إياها وزوجها رجلاً من بني الأذلغ ولا نعلم عن هذا الرجل شيئاً وكان التوبة يكثر من زيارتها بعد زواجها فعاتبه أخوها وقومها فلم يعتم وشكوه إلى قومه فلم يقلع فتظلم منه إلى السلطان فأهدر دمه إن أتاهم وأغلب الظن أنها تزوجت مرة ثانية ربما بعد موت زوجها الأول أو بعد أن طلقها وكان زوجها الثاني سيوار بن أوفى صحابياً شاعراً مخضرماً وقد دافعت عنه عندما هجاه النابغ الجعدي وردت عليه فغلبته وقد ترجم لها ابن الجوزي في كتابه المنطظم في تاريخ الأمم فقال أحبها توبة ابن الحمير وكانت من أشعر النساء لا يتقدم عليها في الشعر غير الخنساء كان نظمها للشعر في رأي كثيرين من النقاد لا يفوقها أحد وهذا الأمر ربما جعلها في مكانة لائقة ضمن مجتمعها أنذك ويظهر أنه كان لليلة مكانة لائقة في مجتمعها إذ ذكرت لنا كتب التراجم والأدب نتفن كثيرة من أخبارها مع خلفاء عصرها وعمرائه وخاصة مع معاوية بن أبي سفيان ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان والحجاج لها ديوان شعر حمله أبو علي القالي إلى الأندلس ولعل أول محاولة لجمع شعرها قام بها الأب لويس شيخ اليسوعي في كتابه أنيس الجلساء عصرت معاوية بن أبي سفيان ولها قصة لا تخلو من الطرفة روي أن معاوية كان يسير إذ رأى راكبا فقال لبعض شرطه ائتني به وإياك أن تروعه فأتاه فقال أجب أمير المؤمنين فقال إياه أردت فلما دن الراكب حدر لثامه فإذا ليلة الأخيالية فأنشأت تقول معاوية لم أكد آتيك تهوي برحل رادة الأصلاب نابو رادة الأصلاب يعني ناقة قوية رادة الأصلاب صفة للناقة القوية ونابو يعني ناقة مسنة ناقة قوية مسنة معاوية لم أكد آتيك تهوي برحل رادة الأصلاب نابو قريح الظهر يفرح من من يراها إذا وضعت وليتها الورابة تجوب الأرض نحو كما تأنى إذا مل أكم قنعها السراب وكنت المرتجى وبك استغاثت لتنعشها إذا بخل السراب يعني أرادت أن تقول أرادت زيارته على ناقة مسنة قوية قريحة الظهر يفرح الغراب إذا رآها عارية من بردعتها لأنه ينقر ظهرها فيدميه فقال ما حاجتك؟ معاوية قال لها ما حاجتك؟ قالت ليس مثلي يطلب إلى مثلك حاجة فتخير أنت فأعطاها خمسين من الإبل ثم قال ويحك يا ليلى أكما يقول الناس كان توبة؟ قالت يا أمير المؤمنين ليس كل الناس يقول حقا الناس شجرة بغي يحسدون النعم حيث كانت كان يا أمير المؤمنين صبط البنان حديد اللسان كريم المخبر عفيف المئزر جميل المنظر الكثير من الشعراء كانوا يحتكمون إلى ليلة لتبين من هو صاحب الشعر الأفضل وورد في الأغاني لأبي الفرج أن العجير السلولي ومزاحما العقيلي والعباس بن يزيد وحميد بن ثور الهلالي كلهم شعراء اجتمعوا فتفاخروا بأشعارهم ومر بهم سرب قطة فقال أحدهم تعالوا حتى نصف القطة ثم نتحاكم إلى من نرتضي به فأينا كان أحسن وصفا غلب أصحابه فانبرى كل واحد منهم ينظم قصيدة ثم تحاكموا إلى ليلة الأخيالية فقالت ألا كل ما قال الرواة وأنشدوا بها غير ما قال السلولي بهرجوا يعني كل ما قاله الشعراء زائف إلا ما قاله السلولي وحكمت له فقال حميد بن ثور يهجوها كأنك ورهاء العنانين بغلة رأت حصنا فعارضت هنا تشحجوا تشحجوا يعني تصرق تصوت وتغلضوا صوتها لم تنقص ليلة الحكمة والفضيلة فلها قصة أيضا مع مروان بن الحكم ودخلت على مروان بن الحكم فقال ويحك يا ليلة أكما نعت توبة كان قالت أصلح الله الأمير والله ما قلت إلا حقا ولقد قصرت وما رأيت رجلا قط كان أربط على الموت جأشا ولا أقلا حياشا حينما تحتدم بركاء الحرب ويحمى الوطيس بالطعن والضرب كان والله كما قلت طبعا ما رأيت أقل انحياش يعني أقل اكتراث انحياش الاكتراث وبركاء الحرب بركاء يعني الجثور على الركب فتى لم يزل يزداد خيرا لدن نشى إلى أن علاه الشيب فوق المسايح تراه إذا ما الموت حلى بورده ضروبا على أقرانه بالصفائه شجاع لدى الهيجاء شجاع لدى الهيجاء ثبت مشايح إذا انحاز عن أقرانه كل سابح مشايح أيضا بمعنى مقاتل والسابح هو الفرس والثبت والشجاع فقال لها مروان كيف يكون توبة على ما تقولين وكان خاربا يعني كان لصا سارقا فقالت والله ما كان خاربا ولا للموت هاربا ولو طال عمره لقضى في حب الله نحبه إلا أنها أنشدت بحق الحجاج بن يوسف الثقافي حجاج أنت الذي ما فوقه أحد إلا الخليفة والمستغفر الصمد وأنشدت ليلة الحجاج بعض شعرها فأعجبه فقال لحاجبه يا غلام اذهب إلى فلان فقل له اقطع لسانها فأمر بإحضار الحجام فالتفتت إليه فقالت فكلتك أمك أما سمعت ما قال إنما أمرك أن تقطع لساني بالصلة بالعطايا فبعث إليه يستثبته فاستشاط الحجاج غضبا وهم بقطع لسانه وقال ارددها فلما دخلت عليه قالت كاد وأمانة الله يقطع مقولي ثم أنشأت تقول حجاج أنت الذي ما فوقه أحد إلا الخليفة والمستغفر الصمد حجاج أنت سنان الحرب إن نهجت وأنت في الداج لنا تقد ثم أقبل الحجاج على جزلسائه فقال أتدرون من هذه؟ قالوا لا والله يا أيها الأمير إلا أنه لم نرى امرأة قط أفصح لسانا ولا أحسن محاورة ولا أملح وجها ولا أرصن شعرا منها فقال هذه ليلة الأخيالية التي مات توبة الخفاجي من حبها وجاء في الأغاني أنها دخلت على الحجاج فقال ما أتى بك يا ليلى قالت إخلاف النجوم وقلة الغيوم وكلب البرد وشدة الجهد وكنت لنا بعض الله الرد قال فأخبريني عن الأرض قالت الأرض مقشعرة والفجاج مغبرة وذو الغنى مختل وذو الحد منفل قال وما سبب ذلك؟ قالت أصابتنا سنون مجحفة مظلمة لم تدع فصيلا لنا فصيلا ولا ربعا ولم تبقي عافطة ولا نافطة فقد أهلكت الرجال ومزقت العيال وأفسدت الأحوال طبعا هذه المنفردات فيها بعض الغموض كلب البرد شدته ومقشعرة جافة منقابضة والمختل المحتاج والمنفل إذا مفل حد السيف يعني تثلم حده والفصيل ولد الناقة والربع الفصيل ينتج في الربيع والعافطة من الضأن والنافطة من الماعس إذن هذه اللغة الفصيحة البليغة التي أجابت بها ليلى الحجاج قال الحجاج هذه التي تقول نحن الأخايل ما يزال غلامنا حتى يدب على العصى مذكورة تبكي الرماح إذا فقدنا أكفنا جزعا وتعلمنا الرفاق بحورا والسيف يعلم أننا إخوانه حران إذ يلقى العظام متورا ليلة لم تنس أبدا حبيبها توبة فقد كتبت عددا من قصائد الرثائل توبة وقالت ترثي حبيبها توبة أقسمت أرثي بعد توبة هالكا وأحفل من دارت عليه الدوائر تقسم بأنها لم تبكي أحدا بعد توبة هالكا لأن فجيعتها لا تعدلها فجيعة أقسمت أرثي بعد توبة هالكا وأحفل من دارت عليه الدوائر لعمرك ما في الموت وانتعار على الفتى إذا لم تصبه في الحياة المعاير وما أحد حي وإن عاش سالما بأخلد ممن غيبته المقابر وكل شباب أو جديد إلى بلا وكل امرئ يوما إلى الله صائر فآليت لا أنفك أبكي كما دعت على فنن ورقاء أو طار طائر وفي ديوانها أكثر من خمس قصائد في رفاء حبيبها التوبة تعبر فيها عن حزنها الشديد عليه وتعدد مناقبه وصفاته الحميدة وتصف مكانته في قومه وهي موقنة بأنها ما قالت فيه شيئا إلا والذي فيه من خصال الخير أكثر منه وحدث رجل يقال له ورقاء قال سمعت الحجاج يقول لليلة الأخيالية إن شبابك قد ذهب وضم حل أمرك وأمر توبة فأقسم عليك إلا صدقتني هل كان بينكما ريبة قط وخاطبك في ذلك فقالت لا والله أيها الأمير إلا أنه قال لي ليلة وقد خلونا كلمة ظننت أنه قد خضع فيها لبعض الأمر فقلت له وذي حاجة قلنا له لا تبح بها فليس إليها ما حييت سبيل لنا صاحب لا ينبغي أن نخونه وأنت لأخرى فارغ وخليل فلوالله ما سمعت منه ريبة بعد حتى فرق بيننا الموت وقالت ليلة وجه توبة صاحبا له إلى حاضرنا وقال إذا أتيت الحاضر من بني أو بادة من عقيل فعلوا شرفا يعني قف على تلة مرتفعة ثم اهتف بهذا البيت عفى الله عنها هل أبي تن ليلة من الدهر لا يسري إلي خيالها فلما فعل الرجل ذلك عرفت المعنى عرفت المعنى فقلت له وعنه عفى ربي وأحسن حظه عزيز علينا حاجة لا ينادها وكان التوبة قد خرج في غزات له ثم لم يلبث أن مات فأتانا نعيه قال الحجاج أنشدين بعض مرافيك فأنشدت لتبكي العدارة من خفاجة نسوة بماء شؤون عبرة المتحدر قالوا أنشدين كأن فتى الفتيان توبة لم ينق قلائص يفحصن الحصى بالكراكري صدر كل زيكف من الحيوانات فأنشدته فلما فرغت من القصيدة قال الفقعسي وكان من جلساء الحجاج من هذا من هذا الذي تقول هذا فيه فوالله إني لأظنها كاذبة فنظرت إليه ثم قالت أيها الأمير إن هذا القائل لو رأى توبة لسره ألا يكون في داره عذراء إلا وهي حامل منه قال الحجاج هذا هذا وأبيك كالجواب وقد كنت عنه غنيا وقيل إن توبة خرج إلى الشام فمر ببني عذره وهذه قبيلة مشهورة بالغزل العزري فرأته بثينة فجعلت تنظر إليه فشق ذلك على الجميل وذلك قبل أن يظهر حبه لها فقال له جميل من أنت قال أنا توبة ابن الحمير قال هل لك في الصراع قال ذلك إليك فشدت عليه بثينة ملحفة مورسة فاتزر بها ثم صارعه وصارعه جميل ثم قال هل لك في النضال النضال يعني المسابقة في السباب قال نعم فناضله فنضله جميل فبقه جميل ثم قال له هل لك طبعا غلبه في النضال وفي السباب فقال له توبة يا هذا قال للجميل يا هذا إنما تفعل هذا بريح هذه الجالسة ولكن هبط بن الوادي فصرعه التوبة ونضله وسبقه وفاة وفاة توبة حبيبي ليلى له عدد من الروايات قيل قيل إن توبة مات قتلا وقيل مات عشقا وكيفما كان لما بلغ نعيه ليلة خلعت الزينة وأقامت على الحزن حتى ماتت بعده ولكن بعده بسنين كثيرة وأغلب الظن أنها توفيت سنة ثمانين أو بين هذه السنة والسنة الخامسة والثمانين للهجرة أما وفتها فيكتنفه الغموض وأغلب الظن أنها توفيت سنة ثمانين للهجرة في ساوى وهي مدينة الري همزان أما عن كيفية موتها ففي المصادر قصة طريفة أغلب الظن أنها مصنوعة ومفادها أن زوجها مر بقبر توبة وليلى معه فقال لها يا ليلى هل تعرفين هذا القبر فقالت لا قال هذا قبر توبة فسلمي عليه فقالت امضي لشأنك فما نريد من توبة وقد بليت عظامه فقال أريد أن تكذبيه أليس هو الذي يقول ولو أن ليلة الأخيالية تسلمت علي ودون جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أوزق إليها صبا من جانب القبر صائح فوالله فوالله لا برحت أو تسلم عليه فقالت فقالت السلام عليك يا توبة ورحمة الله وبارك الله لك فيما صرت إليه فإذا طائر قد خرج من القبر حتى ضرب صدرها فشهقت شهقة فماتت فدفنت إلى جانب قبره فنبتت على قبره شجرة وعلى قبرها شجرة فطالتا والتفتا كل واحدة على الأخرى وقد صدق الله شعره قال عنها ابن فضل العمري في كتابه مسالك الأبصار صاحبة توبة وشعرها غاية لا ينقصها كونها أنثى ولا ينغصه إن شكت إلى صاحبها بثا وكانت تصافيه ودادها وكانت شاعرة لسنة وكانت امرأة طويلة القامة جميلة الوسامة صقيلة الخد على أعلى جبينها شامة تنظر بعيني جؤذر من زباء رامة وتفتر عن أقاح جلته عيدان البشامة ترجمة نانسي قنقر